من وراء مادم عبير بوجودك يا أخوية من وراء مادم تهاني أنسة ما تقفلنيش بقى منك من أولها شفاها يا أختي إيه العيال اللي تعايني الجديد دي مالها جاية لهم سهلة بالوسطى وفي حد جديد يتعاين معايا هنا إيه ده علي إيه ده أنت بتعمل إيه هنا منار أنت ورايا ورايا ولا إيه إيه ده إيه ده إيه ده أنتو تعرفوا بعد ولا إيه أه طبعا من أيام التخشيبة أول يوم شغلة شوفك هنا كده نتفقلي دول شكلهم مرتبطين يا تهاني لا 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 إيه مرتبطين دي إحنا زوم على بس هو أنت تعاينت معيد خلاص هنا يا علي ولا إيه بتعاينت آه بس مش معيد إيه أستاذ مساعد لا موظف رعاية إيه ده معايا معاكي أنت شغلة هنا ولا إيه أيها يا سيدي استلامت الشغل مبارح وأنا لسه مستلم حالة إزاي كده غريبة أوي ده أنت الأول على دفعاتك يا أخي وإنت زي كده ما لبطوا على الحقوق بشغل الرعاية هعمل إيه يعني؟ أنا ما لقيتش أي شغل أنا تانية وبعدين ما حدش بشتغل في البلد دي بشهدته جبتي وسطة تشغلك هنا يا منار أم الفين كلامك عن الشرف والإجتهاب يعني هو أنت اللي تعاينت بمجهودك قوي يعني ما أكيد جبتوا وسطة عشان تشتغل بالوسطة أخدوا حقي في أن أتعاين معيد وبالوسطة أشتغل أحسن مقبولة يصرف علي ما تكلم علي عد علينا يا زهني ده لسه مستلم شغل النهاردة ما افتكرش يعني أنه هعد علينا يا موحي يا عم الموظفين أخرهم اتنين ده لو قعدوا لحد اتنين أصلا سوا أني كده هكلموا أنا ألو إيه علي إحنا على القهوة متيجة يا رايس لا مش عايزين يا عم حد يحاسب لنا عايزين حلوة التعيين يا حلو ماشي يا حلو على إيه الكلام؟ قالك جاي ولا إيه؟ لا يا عم بيقول عنده شغل وحد بيشتغل من أول يوم لا أنا مخنوق أنا مخنوق مش قادر يا منار غالبا مش هعرف أكمل في الوظيفة دي نعم يا علي انت هتهزر هو إحنا لسه اشتغلنا كفاية عبير أزأزة ولا تهاني بنك ده عاملة قصة ولا شوبر في زمانه حاجة تقفلك لسين قدامي يا منار ناسبر بس وإن شاء الله خير مش يمكن نترقى ونبقى نبقى إيه؟ هنبقى إيه؟ ده كترة؟ أنا أسفة ما قصدش لا داعي للأسف يا نساش اشتوي فالمجتمع هو من يجب عليه الاعتذار حلوة أول جملة دي تحسيها مقدمة نارية من بتوع موزعين التلفزيون حلوة حاول بقت الأقلم بسرعة يا علي لأن وجودك في المكان ده هيفرق مع ناس كتيرة قوي ممكن بس ما اعتقدش هيفرق معي أنا اسكت أنا كنت مرعوبة بس دلوقتي خلاص مبسوطة شوية أنا لقيتك هنا أنا اللي لقيتك على فكرة مش هتفرق المهم إن إحنا مش لوحدنا وبكده ممكن نعمل كتلة شبابية جوا الجمعة ونغير الواقع بقول لك إيه بلا كتلة بلا جابها خلينا أنا كل عيش والنبي بلاش كلام قاطع المنهازمين دول والجوبة أنا بتعلمشي جنب الحيط يا ست أنا بحيب أمشي جنب الحيط أحسن ما يجبرون نمشي على الحيط أو يهدوا علي الحيطة اسكت أنت تسمع وتنفذه بس أنا خلاص زعيمة الكتلة استنى عرفك على زميننا الجديد كابتن خالد ما شاء الله الحقيقة تتصاحب يا كتلة لم نفسك ده زميننا في نفس الإدارة وعنده نفس النزعة السورية بتاعت أهلا وسهلا أنا ما عنديش أي نزعات سورية لأن قولوني بينقح علي أهلا يا منار أعرفك بعالي زميننا الجديد كان طالب في كلية الأسار أهلا وسهلا أنا يا خالد منصور تربية رياضية ومسؤول اللجنة الكروية في الرعاية وعود وقت لافي الكتلة بتاعتي وصاحبنا الجديد هيل أنا عايزة أنضم الفريق الكرة بتاع الجامعة طبعا تنور بس إحنا ما عندناش أصل لملعب ولا كرة بس أنا عايزة ألعب كرة يا جدا أمال إنت جاي تنايل إيه هنا أنا باجي هنا قمضي وأشرف شاي وامشي ها مين بقى هيعزمني على الشاي يعزمي يا كتلة ولا سحر ولا شعوازة ولا سحر ولا شعوازة فين الشاي يا جودي كل ده بتعمل كباية شاي تقدر جاي يا أخو يا بابا وصيت على ابنك في الجامعة يا أمين ولا لا عيب ده زمان ومتاني دلوقت السلام عليكم حمد الله على السلامة عملت إيه في شغلك النهاردة آه إيه رأيك في اللابوك عمله معاك والله هيبه في كل الأحوال هفضل أحبك لأن ده شيء مش بإداية إيه حد دايقك؟ أو شغل وخلاص يا أم لحد ما ربنا يكرم بحاجة تانية علي ممكن تبقى تاخدني معاك الشغل ده مرة؟ لا يا حبيبتي أنا بحبك ومرضل كيش البهدلة اللي أنا بشوفها أمي يا تيلو يا كلهم من عناية يا سئاني لا أنا كلت تصبعه على خير أنا هدخل أنام إيه ده؟ هتنام بدري كده ليه؟ عشان بقيت موظف يا جودي أخوك الكبير بقى موظف تصبعه على خير ها عملت إيه في شغلك يا منار؟ عملت ائتلاف كتلة شبابية وبستعدل تنظيم حركات طلابية وهنغير الواقع بإذن الله ليلتك سودة هو إحنا جبنالك وسط عشان تشغلك والأبوكي بيزرعك جوه جمع عشان تخريبيها بقولك يا ماما هيا كده كده خربانة والحركات الطلابية دي هيا لها تصلحها الله الله عليك يا منار عندي إحساس إني فعلا عرفتها ربي بقى كده طب وحية اللي رباني لخليك تطلقني وهتبرة من بنتك دي ده انتو هتودوني في داهية فيه إيه يا ماما أنا خلاص بقيت موظفة حكومية ولازم أكون إيجابية مؤثرة في مكاني الله الله عليك يا بنتي أنا فعلا اتأثرت جدا وانا هتشل منك ومنها جدا ومتأكدة إنهم هيفصلوكي قبل ما تقبضي أول مرتب إن شاء الله نعم هي سايبة ولا إيه أنا موظفة في الدولة دي زي زي أي رئيس زي رئيس الجامعة ورئيس الوزراء كمان مع فرق لأقدمية بس هي بنتك مصدقة الكلام ده؟ طبعا إزاي مش مصدقة؟ أنا مربية علينا تصدق وانت مصدق الكلام ده؟ بلاش إحراجي يا قالة قدام البنت والنبي إيه؟ إحنا شغلناكي عشان تتلهي وتنسي السياسة وترجع لنا بعريس يا موقوسة مش بالبوليس السلام يا سلام بقى لو العريس كمان كان من البوليس تا إحنا نهيس حتى أنت يا بابا أنا قضيتي أكبر من الجواز بكتير والجامعة ما كان شغلي مش مكتب تعارف وأنا قضيتي أخلص منك قبل ما تلبسين قضية كلنا لو اختفيت فجأة ولا عرفت أن هم اعتقلوني يا بابا شك في أن مراتك هي اللي بلغت عني مراتي؟ مراتي مين؟ آه 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 أمك يعني؟ أنا أمي مش انهزمية ولا سلبية ولا كل اللي هي معتك ديس الحاسدة وجاية وبس أنا داخل أنام تصبحها على خير يا حلوتك بنتك تجننت يا ششتاوي وإنت السبب وأنا فعلاً اللي هبلغ عنها وعنك أنت كمان يا ششتاوي أصيلة وتعمليها أهو أنت طول عمرك كده يا علي تظبط منبهك عشان يصحي البيت كله وإنت تفضل نايم إيه دايابا بس طفلت المنبه ليه؟ ما أنت صاحا هو يا أخي أمي ما بتقومش ليه؟ قلت بحلم حلمي يا تقنيلة قوم فوق أوازل تشوف شغلك بدل ما انت نايم بتأحلم يو ياابا مفيش في الدنيا دي أحلم من النوم والأهم من الأحلام إزاي يعني؟ الأحلام دي ياابا هي المكان الوحيد اللي بحقق فيه كل اللي بتمناه وكنت بتحقق إيه دلوقتي وإنت بتأحلم كنت خلاص ياابا قرب توصل المطار وما وصلتش ليه؟ الطريق كان زحم قوي فاري حتى في أحلامك طب قوم قوم لحقلك لقمة مش عايز أفتر أنا هلبس وانزل الشغل على طول زلزال إيه الصد ياابا؟ تلاقيه صفحي ابن خالتك ربنا فتح عليه وابتدى يشطى بشقيته يابا وهي دي اسمها شقة دي علبة كبريت يابا دي قضة وحمام قوم يلا عشان ما اتخارش وأنا حروح الحق لي حاجة كلها ايه موضوع الحق لي حاجة كلها هي هو مطبخنا بقى قبن بوفي بفرحة يشطى بقدري ولا إيه؟ دا التلاجة هي اللي بتشطى بقدري اوه ملحة انت كمان ولا حتندم ولا سحر ولا شعوازك ولا سحر ولا شعوازك ناوليني العزميل والشاكوش يا نسرين والله أنا خايفة الحسن الأمين أمين ييجي افتكرنا بنسرقهم يعمل لنا مصيبة دا جز خالتي مش ممكن يفهمني خلط وهو اللي انت بتعمله دا؟ في حد في الدنيا يفهمه صح يا صبحي؟ أعمل إيه يعني؟ الشقة مفيهش ولا منفس هوا غير شباك الحمام اللي بيطل على المنور نقجر شقة تانية الإيجار الجديد نار وأنا جبت القطين دول بالعافية تقوم تفتح الحيط على شقة خالتك اللي جنبنا؟ الناس يقولوا علينا إيه؟ جرى إيه؟ هو أنا هفتح الشقتين على بعض إحنا يا دوب عايزين منفس هوا ومنط بقى ينفعنا بالليل يا عسلية والله أنا خايف هيفتكرنا بنسرقهم؟ ما تخفيش النحية دي بتطل على قضة علي بن خالتي وزمانه دلوقتي في الشغل قبل ما يرجع هكون فتحت الفتحة وغطيتها بستارة ولا حد هياخد باله من أي حاجة يا خرب بيت أبوك أنت طلعت من نام علي أنت إيه من أي مكان؟ مستغرب يا صبحي أن نام في قضتي وعلى سريري؟ ماهل أمواغسة يعني يا أنا فتكرتك روحة الشغل تقوم تحفر نفق في الحيط يا ابني؟ دل بيت صالب طوله بالعافية يا صبحي أديك شايف يا ابن خالتي أنا ومراتي والخمس عيال المحشرين في قوضة ما فيهاش ولا منفس والريحة تقرف روحتين تعامل الفتحة دي عشان أنا شم معاكم لا قوم افتح الشباك إحنا فصلين هنا على أساس إن قطي بتطلع البحر قطك فيها شباك بيدخل شمس أنا زن بأمي إيه؟ أنت ما عندكش شباك في القوضة بتاعتك ما تعزل في شقة تانية يا صبحي دل أبن خالتك ومن حق أتنفس هو نظيف اتنفس يا صبحي اتنفس يا جات عليك بس هنعمل في الحيطة اللي انت بوزت شكل أهلها دي هتعلق السلطرة من عندك تدريها وأنا هلكم شفاك من عندي هرسود عليك يا صبحي أنا مش نقصك على الصبح يا صبح ربنا يخليك لي حبيبي يا ابن خالت ربنا يخدني منكم البلد كلها يا شيخ كنت عايز خدمة منك اتنيل أمر عاوز منك مفتاح قطك ساعتين زمن لحد ما تلجع من الشغل بس يا حبيبي وهتعمل بقى بمفتاح قطي عاوز القوضة سالة أنا عرف حد يستلف جاكتة يستلف جازمة عايز يستلف القوضة يا صبحي ما ينفعش طب والنبي ما تزعل نفسك بقولك إيه يا علي خلي نسرين مراتي تعمل لك سندوتشين بتنجاد لحد ما تفكر أنا فكرت خلاص يا صبحي وخدت القرار أنا ما بديش قط الحد حتى لو كان أبوي